تعمل هذه الآلات داخل محطة رئيسية لمشروع جر مياه وادي العرب الذي سيزود إربد ومناطق في شمال المملكة بنحو 30 مليون متر مكعب من المياه سنويا ما يزيد حصتها إلى 40% أكثر من 100 مليون دولار كلفة هذا المشروع بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية 80% من الأردنيين اليوم يمكنهم الحصول على مياه الشرب جلب مياه إضافية للأردنيين واحد من أوجه التعاون مع الأردن تصل المياه إلى هذه المحطة من قناة الملك عبد الله وتخضع للمعالجة خلال مرورها بثلاث محطات ويمر الخط بعدة بلدات داخل محافظة إربد على مسافة 30 كيلو مترا ليصل إلى غرب مدينة إربد أكثر من مليونين سمى سكان محافظة إربد التي تعاني من نسب عالية للهدر المائي وشحها لأكثر من 100 ألف متر مكعب سنويا ما يتطلب برنامجا ثابتا لتوزيع المياه والالتزام به بعد بدء العمل بهذا المشروع ليتسنى للمواطنين معرفة أدوارهم وتنسيق احتياجاتهم ومع تضاعف الطلب على المياه في المحافظة الشمالية خلال الأعوام الماضية كنتيجة مباشرة لاستضافة لاجئين السوريين باتت أزمة الأردن المائية في وضع مقلق ومؤشراتها تقترب من الخطر ضمأ لعماد الحياة هنا ولا سبيل الارتواء إلا بدفع ثمنه مالا وجهدا حال العديد من سكان محافظة عجلون التي تشهد أعلى نسبة هطل مطري كل شتاء وحصة الفرد فيها الأقل على مستوى المملكة رغم وجود مصادر مائية متعددة وهنا في جرش لا يختلف الحال كثيرا منازل في المحافظة لا تصلها المياه لأشهر مستوعود متكررة بإنهاء المشكلة لم ينفذ أي منها بعد ويتذمر السكان هنا من غياب الحلول في إيربد أيضا أحياء في المحافظة يواجه سكان فيها صعوبة في الحصول على المياه المملكة رصدت خلال الأعوام الماضية لمعاناة السكان المستمرة منذ عشرات السنوات حينها ردت وزارة المياه وشركة مياه اليرموك أن الحل قادم وأن مشروع جر مياه وادي العرب سيحسن الوضع المائي بحوالي 30 مليون متر مكعب من المياه سنويا ما يزيد حصتها إلى 40% أكثر من 100 مليون دولار كلفة هذا المشروع الذي بدأ العمل به لكن الوضع ازداد سوءا بالنسبة للسكان إذن نقص حاد بكميات المياه والمصادر المائية يتفاقم كل عام دون حلول مستقبلية وفاقد مائي بنسبة كبيرة بسبب تهالك بعض الشبكات أو سوء الاستخدام وحتى عدم الانتظام بتوزيع الأدوار ما يتطلب إجراءات إسعافية سريعة كي لا تزداد رقعة العطش مسامة المومني المملكة من استوديوهاتنا في إربد ينضم إلينا مدير عام شركة مياه اليرموك سيد منتصر المومني مساء الخير سيد منتصر وأهلا بك معنا في بعض الخبر مناطق الشمال لم تشعر بالعطش من جديد ولكنها يعني كل ماله الوضع يتفاقم أبدأ معك من عجلون شكاوى كثيرة وشكاوى متكررة وتتعاظم تصل ويرصدها مراسلون لا مياه تصل وإن وصلت فهي ضعيفة نتحدث عن تهالك الشبكات اعتداءات ارتفاع صهريج المياه وكل المشاريع لم تجدي نفعا وطبعا في بداية هذا الصيف كان هناك تحذير بأن الوضع المائي سيكون صعب وخطير بالتالي ماذا تقدمون؟ نعم ستي الله يسعد مساكي ويسعد مسا جميع الأخوة المشاهدين أختي الكريمة قبل ما نبلش في محافظة عجلون أنا حاب أحكي بس بمصادر التزويد المائي في محافظات الشمال محافظات الشمال الأربعة تتزود من مصادر رئيسية مشروع وادي العرب واحد بطاقة انتاجية يومية 52 ألف متر مكعب بالإضافة لمشروع وادي العرب اثنين اللي افتتحه جلالة سيدنا الله يطول عمره في شهر ثماني العام الماضي بطاقة تصميمية 30 مليون متر مكعب بالسنة الآن يتم استغلاله بواقع 14 ألف متر مكعب باليوم طبعا سأرجع لمشروع وادي العرب اثنين وأحكي عنه شو السبب في تدني كمية التزويد أو كمية اللي احنا منأخذها منه 14 ألف متر مكعب اليوم نعم أكيد أكيد بالإضافة لأبار الكريدور وأبار العاقب بطاقة انتاجية 2200 متر مكعب بالساعة بالإضافة إلى مجموعة من الأبار المستعجرة قمنا باستعجارها في الفترة الماضي بواقع حوالي 900 متر مكعب بالساعة بالإضافة إلى مجموعة من الأبار والمصادر الداخلية في كل محافظة مثلا في محافظة عجنون نبدأ في محافظة عجنون اعتمادنا الرئيسي على محطة التنور بطاقة انتاجية الحمد لله رب العالمين اليوم نحكم 270 متر مكعب بالساعة بالإضافة إلى مشروع جرميامة بعد سد كفرنجة باتجاه كفرنجة ومجموعة من الأبار الموجودة في محافظة عجنون بالنسبة للمحافظة عجنون زي ما بتعرف يا أختي الكريمة أنه أدوار المياه فيها هي كل 14 يوم السنة بالذاتة بصراحة السبب اللي بديش أحكي أزمة لأنه إن شاء الله في حلول موجودة السبب في تأخر وصول بعض أدوار المياه مش بكامل المحافظة وإنما بالذات في مناطق عنجرة وتجمع بلدية الصفا إلى هبوط انتاجية المصادر المائية زي ما بتعرف هي أنه السنة يعني ما كان الموسم المطري ما يجانب بشكل يقدر يغذي المصادر المائية الموجودة فيه داخل محافظة عجنون فبالتالي نعكس قلة الهطول المطري نعكس على بعض الأدوار مشان هيك إحنا كشركة مياهية يرموكوا بتوجيهات مباشرة من معالي وزير المياه والرأي الأكرم نقوم قمنا باستعجار مجموعة من الأبار زي ما حكيت لك بالبداية في منطقة العاقب والكريدور وصلت كمية حوالي 900 متر وأيضا حاليا نقوم باستجار حوالي 1400 متر مقعب بالساعة في مناطق الكريدور والعاقب وبخة إلى محطة الزعتري ومن محطة الزعتري يتم بخة باتجاه خزان حوفة لتزويد جميع محافظات الشمال طبعا بالبداية من زود المفرق ومن ثم تزويد باتجاه مدينة إربد ومحافظة إيجارة شواجدون حاليا إن شاء الله يعني خلال وأنا موجود عندكم في الاستوديو تم إبلاغي عن تشغيل بقري من هذه الأبار وبالتالي إن شاء الله محافظة عجلون رح يرجع دور المي فيها في جميع مناطقها إلى 14 يوم وقصة مدينة عنجرة وهذا وعد مني إلى جميع الأخوان والسكان في محافظة عجلون بس بعنجرة والله يا أستاذ منتصر يعني المياه لا تصل إلا يمكن كل شهر وشهر ونصف مرة أنا بعترف أخت أريج يعني اللاماني في بعض المناطق المرتفعة بتعاني من عدم وصول المياه بالذات المناطق المرتفعة وطول فترة الدور نحن نعترف فيها طب عجلون كلها مرتفعة يعني ما توصلها المياه فينا بس لا شوفي في بعض المناطق مصدر تزويد المائي إلها من داخل عجلون وبعض المناطق من خارج عجلون هلأ عنجرة إلها بصراحة طبيعة تختلف عن جميع قرى المحافظة إذا لاحظت أنت منت عنجرة توقع زغول عنجرة نعم مضبوط بسرعة تبريسها صعبة بس بالرغم من هيك يعني تطلعي من منطقة الكازية أبو حاطوم حتى تطلعي للبلد حارة عربي المناطق التي أحكي عنها هي من منطقة القاعدة من عند القاعدة لعند كفرنجة كلها منطقة سيئة سيئة في ناحية إيصال المياه بس هذا الحكي موجود في كل مناطق عجلون مش بس عنجرة أكيد بس أختاريج أنا محب أبشرك بصراحة عبر برنامجك الطيب إنه حاليا إحنا زي ما حكيت وبدعم من الوكال الأمريكي الدولي وطبعا بتوجيهات مع الوزير نقوم بتنفيذ مشروع طموح جدا سوف ينهي المشكلة الموجودة داخل عجلون بالكامل وبالذات منطقة عنجرة وتجمع بلدية الصفة رح نجر مجموعة 350 متر مقعب من مياه ما بعد ست كفرنجة ورح نبني إن شاء الله خزان تجميعي ساعة 6000 متر مقعب وسوف نقوم بتزبيد مدينة عنجرة بالإضافة لعين البستان بالإضافة لفلاس وسفينة وتجمع بلدية الصفة بالمياه إن شاء الله بشكل أسبوعي قمنا بطرح العطاء قبل حوالي عشر أيام تبريد المواسير إن شاء الله رح تتورد العملي ستي خلال العادة العام إن شاء الله سوف يرى الأهل في محافظة عجلون وبالذات في مدينة عنجرة إنه فيه إشي على الأرض إن شاء الله رح تنتهي المعاناة ولحين الانتهاء من هذا المشروع وقت الكريمة بدي أسألك عن مشروع سد وادي العرب ما هو التأجيل الذي حصل فيه ولماذا لم يكن هناك تعبئة كاملة للسد أختي الكريمة زي ما بتعرف فيه إنه إحنا مشروع واد العرب الثاني هو الحل اللي كان يعني بمكننا من الانتهاء من معظم المشاكل الموجودة في شمال المملكة إحنا زي ما بتعرف فيه مشروع واد العرب الثاني مبني فكرته على أنه نأخذ ماء من قناة الملك عبد الله قناة الملك عبد الله الماء يبتيجيها من سد الوحدة بالإضافة إلى الدول الجوار إحنا لسد الوحدة للأسف إنه بسبب موسم المطري كان يعني أنا بعتبره من الموسم الضائفة جدا يعني في تاريخ خدمتي ما شفت سد الوحدة بنزل للمنسوبها فبالتالي كمية الماء الموجودة في القناة هي كمية غير كافية حتى نقدر نشغل المشروع بطاقته بالكامل فنأخذ منه تقريبا حوالي 14 ألف متر مقعب باليوم بس مشان هيك وبالرغم يعني من هاي الصعوبات الحمد لله الانتهاء من عملية السجار أبار لتعويض النقص الحاصل في المصادر وبالتالي إن شاء الله الإخوان في معضلات الشمال خلال الأسبوع القادم سوف يلمس الفرق كبير في التزويد الماء إن شاء الله رح نستمر طبعا بمنتابعة الملف وآخر تطورات على مسألة المياه في عموم مناطق الشمال إربد وعجلون وجرى شكرا جزيلا لك مدير عام شركة مياه اليارموك منتصر المومني شكرا لك